كيف بحزب؟ يعني لو حاولنا مقارنة وتحليل مواقف هذا الحزب عبر المراحل التالية عبدالعزيز بوتفليقة أصبح رئيس الجمهورية لعهدتنا رابعة العهد الأولى انسحب حسين أي تحمد من الانتخابات الرئاسية وهو لم يعترف بشرعية الرئيس العهد الثانية الأففاس قاب بمقاطعة قوية للانتخابات العهد الثالثة حتى في بعض يعني شعارات وبعض لافتات الأففاس نرى بطاقة حمراء للأففاس ضد منظيمي وضد هذه الانتخابات كيف بحزب الذي كانت له مواقف منذ تسعة وتسعين هذه المواقف وهو الرفض وها عدم القبول وعدم يعني التواطئ يسكت أمام كل التجاوزات كيف بهذا الحزب الذي كانت له مواقف صارمة موجودة في الميدان يقبل بهذا السكوت والله في بعض الأحيان أنا في منطق يعني مناظر سياسي له تجربة ويعرف الدار من الداخل ويعرف عضاء الدار في بعض الأحيان أقول بأن تغير الحزب وأصبح حزب آخر إذن ما أقوله يقال في كل المستوات سواء على مستوى الصحافة أو على مستوى المواطن البسيط يعني أدنى حد يقال هو أن المواطن لم يفهم ما حدث في الأفافاس أنا بصفتي كمناظر كمسؤول في الأفافاس أقول بأن الأفافاس حدث فيه تغيير تام للخط السياسي قد نسمي هذا تغيير انقلاب سياسي ولكن انقلاب من الداخل يدخل الأفافاس في خطاب سياسي جديد في تطبيع سياسي جديد يقبل من مشاورات مع أحمد ويحية لا يقول شيئا على العهد الرابعة لا يقول شيئا على أكثر من هذا كيف بحزب كان ينادي منذ نشأته في 1963 على احترام سيادة الجزائريين سيادة الوطن وسيادة الجزائريين في اختيار المسؤولين كيف بهذا الحزب أن يقبل أن تعطى له مقاعد ضد سيادة الشعب كيف به حزب أن يقبل أن تعطى له مقاعد في بورج بوعاريج الأفافاس لم يتحصل على مقاعد في بورج بوعاريج الأفافاس لم يتحصل على مقاعد في قسنطينا خلينا نرجع نرجع الأفافاس لم يتحصل على مقاعد في ولاية قسنطينا لم يتحصل على مقاعد في ولاية البويرة كيف تعطى عشر مقاعد زيادة للأفافاس على أساس أن التطبيع تدريجي تعطى أشياء تعطى تنازلات تزيد أشياء وتزيد تنازلات وهذا ما أدى بالأفافاس إلى أن أصبح حزم قريب من حزاب المتحدة